يبدو إطعام قطة شيئا سهلا جدا ويمكنك أن تقوم بشراء كيس من الطعام عليه صورة قطة ثم تأخذه للمنزل تفرغه في وعاء وتقدمه لقطتك وتنتظر أنها حتى تجوع فتقوم بالأكل هذه الطريقة يمكن أن تنجح لكنها لا تبرز دائما أفضل ما لدى قطتك أو قطك إن إطعام قطتك جيدا يعني حقا جيدا يتطلب مزيدا من التفكير في دليل إطعام القطة هذا سنتعلم كيفية تغذية قطتك من مرحلة الهررة إلى مرحلة البلوغ حتى سنواته الأخيرة ستعرف مقدار إطعام قطتك في مراحل الحياة الملوغة تلفة عدد الوجبات التي سيحتاجها يوميا وأفضل أنواع الطعام الذي يمكن أن تقدمه لقطتك والأنواع التي يجب أن تتجنبها أو أن تمتنعنا لقد قمنا بتقسيم الاحتياجات الغدائية لقطتك حسب الفئة العمرية مما يمنحك خارطة طريق للتغذية الجيدة في كل مرحلة من مراحل الحياة الخاصة به أول شيء سنتحدث عنه وهو بالنسبة لتغذية القطط التغذية تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول هو التغذية المنزلية التغذية المنزلية هي أيضا تنقسم إلى قسمين البعض يقوم بتقديم الأكل المطهي للقطط والبعض الآخر يقدم الأكل الطازج يعني اللحم والخضروات تكون نيئة وليست مطهية القسم الثاني وهو الأكل المصنع المصنع يعني مصنع من الشركات يعني يجترى جاهزا عند محلات المستدمات الحيوانات هذا الأكل ينقسم بدوره أيضا إلى قسمين مثل الأكل المنزلي فهو ينقسم إلى الأكل الجاف وهو عبارة عن حبوب تقدم للقطط على حسب الفئة العمرية الخاصة بها وعلى حسب حاجيتها اليومية هذا الأكل الجاف كما يسمى هنا في المغرب بالكروكيت يعني بالإنجليزية يسمى نيبلز وبالفرنسية يسمى الكروكيت القسم الرابع وهو الأكل الرطب وهو يأتي على شكل معلبات يعني معلبات معدنية أو معلبات صغيرة بلاستيكية تأتي على شكل قطع لحم أو تأتي على شكل آخر على شكل عجينة تسمى بالباطي يعني هذا بالنسبة للأكل الخاص بالقطط يعني هناك طرق متعددة كما ذكرنا لذلك على حسب المربي فهو من يختار المناسب له أيضا على حسب حاجيته التي يستطيع أن يوفرها لقطة تتطور الإحتياجات الخاصة لقطك بمرور الوقت عندما ينتقل قطك خلال فترة الهرارة بداية البلوغ وما بعده تتغير إحتياجاته الغدائية تلبية هذه المتطلبات في كل مرحلة من مراحل الحياة يمهد الطريق لصحة جيدة محطتك الأولى عند اختيار الطعام المناسب لقطتك وهو بيان كفاية التغذية هذا البيان عادة ما يكون موجودا على ظهر الكيس أو أيضا على جوانب الكيس وأيضا في العلب الخاصة بأكل القطة هذا البيان ما إذا كان الطعام متكاملا ومتوازنا من الناحية التغذية لمرحلة الحياة المقصودة أم لا سيكتب على المساق على سبيل المثال فقد تمت سياغته لتلبية المستويات الغدائية الخاصة بالقطة يعني بشكل كامل فيمكن للمربي أن يقوم بتقديم هذا الكيس فقط بشكل يومي دون إضافة أي شيء آخر يعني فقط ليكون غداء متكامل بالنسبة للقطة أما بالنسبة للأطعمة الغير الكاملة والمتوازنة من ناحية التغذية عادة ما يتم تصنيفها على أنها تغذية تكميلية فقط وليست تغذية متوازنة متكاملة فلا تحتوي هذه الأطعمة على التوازن المناسب من المغذيات الكبيرة مثل البروتين والدهون والكربوهيدرات وأيضا تحتوي على المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن ولا ينبغي أن تكون مصدر التغذية وحيد بالنسبة لقطتك أثناء فحص الملسق تحقق من تعليمات التغذية أيضا فعادة ما يسم وضع تعليمات التغذية المناسبة بالفعل على عبوة طعام القطط بالنسبة للقطت المنزلية العادية فستتوجهك الإرشادات الغذائية الموجودة على الكيس بالإتجاه الصحيح على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات لتناسب احتياجات قطتك بالضبط لأن التغذية ليست شيء أو قاعدة يجب أن يتبع الجميع بالنسبة لكل القطط لكن يجب أن تتغير على حسب احتياجات القط الخاص بك الآن فنبدأ بالحديث عن دليل كفية إطعام قطتك خلال مراحل حياتي المختلفة وسوف نذكر معلومات أكثر عندما تكون الهرارة حديثي الولادة أقل من أربع أسابيع يعني من الولادة إلى أربع أسابيع خلال هذه المرحلة تعتمد معظم القطط الصغيرة على حليب أمهاتهم كمصدر وحيد للتغذية فإذا كانت والدتهم موجودة فلن تحتاج إلى إطعام القطط على الإطلاق لأنهم يعرفون كيفية إطعام أنفسهم وسوف يتعلمون من أمهم بدورهم ومع ذلك إذا كنت قد أنقطت قطا يتيما في الشارع أو أن أمه قد ماتت أو اختفت فستحتاج إلى إطعامه بالمرضع تحتاج القطط إلى بديل حليب الأم وهو حليب مصنع وهو الذي يماثل التغذية الموجودة في حليب الأم لا يجب أن تستعمل حليب البقر الذي موجه للاستهلاك البشري فهو لا يحتوي على التوازن الغذائي الصحيح لتغذية قطة حديثة الولادة وهي أيضا لن تستطيع هضمه لذلك سوف تموت بالإسهال أو تموت بتكلس داخلي في أمائها لكن على الأقل إذا لم تستطع شراء بديل حليب الأم البيطري يمكنك استعمال حليب بدون لاكتوز إذا كنت ترضع طفلك بالمرضع لا تنديشي لأنه قد أصبح الآن بمثابة طفلك فعليك فقط اتباع التعليمات الموجودة على العبوة لأن كل شركة لها خلطة وطريقة خاصة بتجهيزها ففي معظم الحالات ستطعم حوالي ملعقتين كبيرتين من تركيبة القطة السائلة لكل 124 جرام من وزن الجسم يعني ملعقة صغيرة ملعقة شاي صغيرة لكل ملعقتين ماء في البداية تتغذى القطة حديثة الولادة بشكل متكرر من أمها وترضع مرة كل ساعة أو ساعتين لذلك عليك أن تقوم بتقليل جدول التغذية هذا عند استعمال الرضع وقلل تدريجيا وطيرة التغذية إلى 4 إلى 6 رضعات يوميا بحلول الوقت الذي تبلغ في قطتك 3 أسابيع من العمر عندما تصل الهرارة إلى عمر 4 إلى 8 أسابيع تبدأ هذه القطة الصغيرة عادة أمالية الفطام في الأسبوع الرابع تقريبا خلال هذا الوقت سيبدأون بالتحول تدريجيا من الحليب أو الحليب الإصطناعي إلى نظام غداء صلب يوفر البروتين والأحماض الدهنية والمغديات التي تغدي نموهم المبكر من عمر 4 إلى 4 أسابيع ونصف تستطيع أن تبدأ بدورك البدء في نقل قطتك ببطئ من النظام الحليبي إلى نظام غدائي من طعام القطة المخفف بالماء فيمكنك أن تبدأ باستبدال بعض وجباته المعتادة بخليط سائب من طعام القطة المبلل والحليب في الرضع ثم تبدأ بإطعام قطتك تدريجيا من وعاء مثل القطة البالغة في هذه المرحلة تنمو قطتك بسرعة وتحتاج إلى حوالي 3 أضعاف الصعورات الحرارية مثل القط البالغ قد تحتاج قطتك إلى 60 صعورة حرارية لكل 30 جرام من وزن الجسم يعني ضعف الوزن الجسم من الصعورات الحرارية يمكن للقطة الصغيرة التي تزيد عن 4 أسابيع أن تفرق بين وجباتها من 6 إلى 8 ساعات لا تزال الوجبات المتكررة ضرورية لاستيعاب معيدة قطتك الصغيرة واحتياجاتها العالية من الطاقة فيجب في هذه الفترة تغذيتها بشكل مستمر وبكمية صغيرة حتى تكبر معيدتها بشكل متوازن وحتى تسد حاجيتها اليومية المرحلة التالية وهي الهرارة في عمر 8 إلى 16 أسبوع في هذه المرحلة المثيرة من التطور تتطور شخصية قطتك وتصبح طبيعتها المفترسة أكثر وضوحا بحلول الأسبوع الثامن أو العاشر من العمر يكون القط مفطوما تماما ويجب أن يأكل طعام القطة المكون من اللحوم والذي يوفر الكثير من البروتين والأحماض الدهنية المشتقة من الحيوانات لنمو الجيد للمخ والأعين لأنها سوف تحتوي هذه التغذية على مستويات مناسبة من الفيتامينات والمعادن كذلك خلال هذه المرحلة تتطور قطتك بسرعة وتتطلب الكثير من السعرات الحرارية لدعم هذا النمو إلى تقريبا 280 سعر حرارية في اليوم بالنسبة للسلالات الأكبر مثل الماين كون والراكدول تتطلب ما يصل إلى 360 سعر حرارية يوميا بالنسبة لعدد الوجبات فهي خمس وجبات في اليوم فهي متالية لكن القطة التي يزيد عمره عن ثمان أسابيع قد تتغذى دون قيود على الطعام الجاف لكن يجب أن تكون حذرا مع التغذية الحرة بينما يجب أن تكتسب قطتك وزنا في هذه المرحلة فإن الكثير من الطعام الجاف دون قيود قد يؤدي إلى زيادة الوزن في المرحلة التالية عندما يصل القط إلى عمر 4 إلى 6 أشهر ستبدأ قطتك في الاستقرار في روتينها الغدائي لهذا السبب من الضروري التأكد من أنك ترسخ عادات جيدة لمرحلة البلوغ فإن إطعام نظام غدائي متنوع يمكن أن يمنع قطتك من أن يصبح صعب المراس ويبقيه محفزا عقليا حتى يأكل أي شيء يمكن أن تقدمه له في المستقبل فقد لوحد أيضا أن القطة التي تأكل نظام الغدائي الجاف فقط يعني تأكل الكروكيت فقط في هذه المرحلة من المحتمل أن تكون مدمنة على القرمشة الخاصة بهذه الأكل الجاف وقد لا ترغب في تناول الطعام الرطب في وقت لاحق من حياتها وعادة ما يكون الطعام الرطب أو المعلب غنيا بالبروتين الحيواني المناسب لكل فصيلة ويحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات ويحتوي أيضا على نسبة رطوبة أعلى تقارب 80% عكس الأطعم الجافة التي نسبة رطوبتها لتتجاوز 10% ففي هذه المرحلة لا تزال القطة تحتاج إلى حوالي ضحف الصعورات الحرارية لكل جرام مقارنة بالقطة البالغة فيجب دائما الرجوع إلى إرشادات التغطية الخاصة بطعام قطتك لتحديد المقدار الذي يجب إعطائه له لكل جرام من وزن جسمه يمكنك تقليل الوجبات اليومية في هذا السن يعني في سن 6 أشهر إلى وجبتين أو 3 وجبات يوميا فقط ويمكنك أيضا إعطاء قطتك أيضا الحلويات اللذيذة أو بما يسمى بالفرنسي على مظهر اليوم ولكن يجب أن لا تتجاوز الصعورات الحرارية الخاصة بها من هذه الحلويات لأن لا تتجاوز 10% من إجمال الصعورات الحرارية اليومية المرحلة التالية وهي مرحلة البلوغ في 6 أشهر في حين أن القطة الأكبر سنًا لا تزال بحاجة إلى الكثير من الصعورات الحرارية لتغذية نموها فإن الأيد الخاص بها سيبدأ بالتباطئ تدريجيا وتتبدأ احتياجاتها الغذائية في الظهور بشكل أكبر مثل احتياجات البالغين في وقت قريب من عيد ميلاد قطتك الأول يمكنه بدء الانتقال من طعام الهرارة إلى نظام غذائي للبالغين ملاحظة أن القطة ذات السلالات الكبيرة كما ذكرنا سابقا قد تستمر في النمو حتى يبدو عمرها 3 أو 4 سنوات وقد تستمر في تناول نظام غذائي موجه للنمو حتى تكون قوتها والنموها بشكل سليم عندما يبدأ التمثيل الغذائي لقطتك في التباطئ ويصل إلى سن الرشد قد تلاحظ أنه بدأ في زيادة الوزن السمنة هي مشكلة شائعة بين القطة البالغة وإذا لم يتم تصحيحها في وقت مبكر فقد تؤدي إلى مضاعفات في وقت لاحق من الحياة تساعد ممارسة التمارين الرياضية واللعب مع القطة بانتظام واتباع نظام غذائي جيد التحكم في مانا السمنة والحفاظ على قطتك في حالة جيدة والإطمئنان على صحتها في المستقبل سواء كنت تطعم قطتك طعاما منزليا أو أفضل الأطعمة التجارية للقطة فمن الأهم أن تطعمه الكمية المناسبة يوميا لكن لا توجد كمية واحدة من الطعام فيجب أن تأكلها كل القطة كل يوم فتختلف احتياجات الصعورات الحرارية من قطة إلى أخرى مع وجود العديد من العوامل التي تلعب دورها عند تحديد مقدار إطعام قطتك سيتعين عليك التفكير في سلالته وعمره وحالته الإنجابية والظروف الصحية الأساسية وأكثر بشكل عام الصعورات الحرارية اليومية الموصبية يحوالي 20 صعورة حرارية لكل 30 جرام من وزن الجسم يعني على الأقل أو على الأكثر بعد أن يبلغ قطتك من العمر 6 أشهر يمكنك إطعامه وجبتين أو 3 وجبات في اليوم فهي كافية في هذا السن عندما يصل القط لمرحلة متقدمة في السن ويسمى أيضا في هذه المرحلة بالسينيور بالمقارنة مع البالغين الصغار ومتوسطي العمر فإن القطة الكبيرة لديها احتياجات غدائية فريدة غالبا ما تظهر قدرة منخفضة على التمثيل الغدائي للبروتين وبالتالي تميل إلى فقدان كتلة العضلات فيحتاجونهم إلى بروتين أكثر قابلية للهضم لدعم كتلة العضلات الخالية من الدهون والحفاظ على صحتهم قد تصاب القطة في هذا العمر أيضا بالتهاب المفاصل وحالات التهابية أخرى مما يجعل أحماض أوميغا 3 الدنيا إضافة مفيدة وممتازة بشكل خاص إلى النظام الغدائي لكبار السن وأيضا من ناحية أخرى نظرا لأنهم قد يجدون صعوبة في تناول الطعام بسبب مشاكل الأسنان عند تقدم السن فإن الطعام الرطب أفضل للقطة الكبيرة وبما أنها تتطلب سعرات حرارية أكثر لكل جرام من وزن الجسم إذا بدأ أنه يفقد كتلة العضلات ففكر في زيادة السعرات الحرارية التي يتناولها إلى 40 سعر حرارية لكل 30 جرام فيجب أن تأتي غالب هذه السعرات الحرارية من البروتين الحيواني مما يساعد على منع الساركوبينيا الساركوبينيا وهي فقدان العضلات بسبب الشيخوخة أيضا في هذا السن نقوم بتوفير وجبتين أو ثلاث وجبات على الأكثر في اليوم هذا ما كان بخصوص طريقة تأكيل ورعاية القطط يعني على حسب الفئة العمرية لكن ملاحظة أخيرة بسيطة بالإضافة إلى نظام الغداء الصحيح من المهم أيضا أن تحصل القطة على مياه نظيفة فيساعد الترطيب المناسب في معنى الإمساك ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز البولي مثل التهاب المسالك البولية وانسدادها فبعد ذلك سوف تضطر لاتباع نظام غداء آخر يسمى بالأكل الجاف أوريناري يعني خاص في هذه الحالة لعلاج القطط في هذه الفترة الخطيرة يعد الحصول على المياه العذبة أمرا ضروريا بغض النظر عنها إذا كان قطك يأكل طعاما جافا أو مبللا أو أكلا منزليا حتى مع المعرفة التي تمت مشاركتها في هذا الفيديو يجب عليك استشارة الطبيب البيطري بشأن الإحتياجات الفردية الخاصة بقطك فسيكون الطبيب البيطري قادر على التوصية بالنظام الغدائي المثالي لقطك بناء على عمره واحتياجاته وحالته الطبية ونمط الحياة الخاص به لذلك لا تنسوا اللجوء إلى الطبيب البيطري الخاص بكم السلام عليكم